هاي بنات ازايك و عاملين ايه فيديو النهاردة انا هامل ريفيو عن فاونديشن هو رخيص و انا شايفة اليومين انذل تكلام عليه كتير شوية زيادة انا اكتر سؤالة دلوقتي بقى تساءلوا عايزين فاونديشن يكون كويس وتقطيته كويسة وثابت بس رخيص فا انا هامل ريفيو عن الفاونديشن بتاع اسنس اللي هو stay all day فاونديشن ده بمية جنيه فا انا متىقلي مفيش ارخص من كده يعني ده غيل ان اسنس انا دي براند باحترمها يعني اغلب الحاجات اللي منها اللي انا استجربتها كانت حلوة جدا الفاونديشن ده lost stay all day ده للبشرة الجافة والعادية والمختلطة تمشي المختلطة لكن للبشرة الضهنية في واحد زي بالزبط ونفس التركيبة وكل حاجة اللي هو اسمه pure nude فانتي لو بشرتك ضهنية هاتي التاني مش ده انا جبت ده عشان انا بشرتك مختلطة تاني حاجة احنا كمان عشان في الشتة فالبشرة الضهنية بتبقى اقل ضهنية بشرة مختلطة بتبقى اهدى يعني انا دلوقتي بشرتي ميلة للعادية شوية فانا جبت فعشان كده جبت ده الرفيو هيبقى زي بالزبط ما عملت قبل كده مع الرفيو بتاع البيبي كريم بتاع بونز ان انا هحطت دلوقتي وحعمل تشيك ان معيكو كل كم ساعة كده اقول لكم وصل شكله بعملي ازاي اه بقى بيفصل بيحصل له بريك اوت ثابت بيروح بيأكسد اي حاجة هقول لكم وكل حاجة عنه اسنس موجودة في مزايا اه مزايا ده انا بالنسبة لي انا في اسكندري هنا اللي هو في كالفور في مزايا في معسكر الروماني في مزايا في سان استيفانو ده الفروع اللي انا عرفها وموجود فيه من الستاند بتاع اسنس اه كمان اسنس انا لقيته في محل اسمه بيربل في مول زهران في سموحة في الدول الاول فوق ده عنده برضو استاند اسنس فاكيد هتلاقي الفاونديشن ده حاجة حلوة تانية في الفاونديشن انه هو جاي ببامب كده دي بيتخليني اتحكم اكتر في الكمية اللي انا عايزاها ما يقعش ما يتكبش كده وكمان نضافة يعني عشان ما حطش ايديه في زي الموس كده او زي بتاع ريفلون القديم كان الاول من غير بامب كده لازم ادلق من الازازة كده فدي حاجة حلوة انا بحتريمها في الفاونديشن يعني بالنسبة للكمية بتاعته بقى انا حقرنه باللي عندي مثلا بتاع ريال انفالابل ده او شايفين ده 35 ميلي و بتاع اسنس 30 ميلي فاولا الفرق مش كبير يعني او عادي ده كمية الفاونديشن الطبعية بتاعت اي فاونديشن فبالنسبة لسعاره طبعا كويس جدا درجتي في الفاونديشن ده 20 صوفت نود انا كنت جربت اللي قابليها على طول انا معرفش كانت كام بالزبط بس كنت احسها جاي علي تمام بس قلت هشوف الاغمأ فلاقيت ان دي مضبوطة اكتر فهجربه معايكو بقى واشوف لوني ولا لأ درجتي صح ولا لأ ونشوف عامل ازاي هاخد كده بكام بمب على قدية دي كده بمب واحدة بصوا زي ما انت شايفين هو مش تقيل قوي ومش سايل قوي يعني بينزل او دول كده ضغطتين وبس انا حاسة ان الرخم في ان هو مش على اصفر وعلى بينك شوية كده بس انا ده عادي هزبطه بالبرونزينج وكده لان اشوف في برنوتا سألتني عن الاسبونج تعطير تكنيكس الجديدة وحشة عن القديمة ولا لأ عشان هي حاسة ان فيه تغيير في فتاعتها فبصي انا لو كان معاي القديمة كنت وردتها لك بس اتفرتكت لكن والله دي بصي طريقة خالص وجميلة جدا انا مش شايفة في فتا فانا اخافة قولك ان بتاعتك ممكن تكون كوبي بس ينشا مظلمش اللي انت جابا منها فبس انا مش عارفة بصراحة هو افتح مني ولا ايه اولا ليه ريحة على فكرة في ريحة كده وردي شوية هي مش تقيلة يعني مش مستفزة بس رويتي عندك حاسية من الروايح او حاجة ممكن ده ما يجبكيش مش عارفة بس انا عادي يعني راحته لطيفة ولا اندمجه سهل جدا عادي طبيعي لحد دلوقتي تغطيته تغطيته حلوة جدا انا فكرة يعني متوسطة او اعلى من متوسطة لسنة فحلو يعني احيدة فتح عليها جدا انا بس اعايز اقولوك انا مكنتش حط حاجة اي حاجة على وشي ولا برايمر ولا بتاع انا بس ادوك مرتبة ده كده نص بالسبونج منحس انه فتح عليها شوية او قوي بس ماشي برده ده هزبطه بالكونتور والبرونزر وكما ده شكله اجرب بقى الناحية التانية بالفورشة الفورشة الكابوكي اللي انا دايما بستخدمها دي شعرف الي حاسة ان الطقطية تبقى اعلى بالفورشة مع الفونديشن ده يعني انتم عارفين ان السبونج بترشب شوية من الفونديشن متنسيش لو انت مش محجبة ااااااا تعملي بلندينج للفونديشن لتحت الرقابتك عشا مايبقاش فيه فرق وف الودان كمان دي حاجه مهمة بننساها الفورشة دي عماتل ما بتخططش مع الفونديشن بس مع ده خططة بتخطط انش عارف لينه ممكن عشان سايل شوية مثلا هي التغطية واحدة هنا زي هنا انا سمعت عنه انه بي اكسد بي اكسد يعني بي يغمق شوية مع الوقت وانتي حطاه يعني فمش عارف فلسا انا هعرف مالله ده بق ولحد الوقت هي هنا زي هنا بالظبط انا ما شايف اي فرق بس هو بالفرشة خطت شوية فانه عيد عليه تاني بالبلندر كده انا اكتر ما كان بعرف باشوف منه التغطية على ما انا خيري عشان انا فيه كم وحدة نمشاية كده فهم بيين بس مش اوي عشان كده اقول لكم هو متوسطة وممكن تتبنى لانه خفيف اوي على الوش ودي حاجة حلو بسوا لو شايفين الفنش بتاعه هو مش مط خالص عشان كده هو مش للبشة الدهنية مش مط بس في نفس الوقت مش دوي مش مش شيني اوي مش بيل معه هو زي كأنه طبيعي شوية انا كده كده هصبت البودر فلما صبت البودر كل ده هيروح عادي فضل زي ما هو والبرونزر تحط عليه المنتهى السهولة فدي حاجة حلوة برضو يعني انا عايزاكو تحطو فاعتباركو كل الحاجات دي جنب سعره يعني دي حاجة حلوة جدا كمان حتت الأكسادة انا الحطت الوقت هي مش حاسة أكساد معي عادي زي ما نشوف فيه لما حاسة ان هو نفس اللون الغمقان بسر هنا ده طبعا البرونزر وكده يعني لكن هو نفسه في النص هنا ده لونه الطبيعي ما اكسيتش معاي دلوقتي دلوقتي الساعة خمسة ونص انا كده حطت الفونديشن ده بقى لي بتاع مثلا النص ساعة كده لحد دلوقتي شافله طبيعي ما فيش اي خطاف هو مكتوب عليه ان هو بيعد 16 ساعة بس طبعا انا منصحش اسسين باي حد ان هو يعد بميكوب لمدة 16 ساعة يعني وبرده اللي هو اكيد يعني ان هو ما بيعدش 16 ساعة هو في العادي ان احنا في الشتا الميكوب عمتا بيثبت مدة اطول وبيعد مدة اطول لان ما بيش عرق ولا رتوبة كده يعني فبيبقى حسن شوية لكن عمتا متعوديش بي 16 ساعة بس احنا هنشوف مع بعض هيصمد لحد وقت دقيق بس كده ده اول رأي مبدئيا كل حاجة شفتها فيه هجلكو كم ساعة كده ونشوف بشكل واقعي ازاي اوكي يا بنيت كده بصوا هو عدة تقريبا تلات ساعات انا قلت لكم ان احطه تقريبا تساع خمسة او خمسة وربع كده دلوقتي الساعة تسعة هو الحد دلوقتي كويس او موجود مكانه عادي معادة بس الخطوط الابتسام دي هنا لو انتوا شايفين بقى فصل يعني هنا الناحيتين دول بس برده يعني ده تقريبا موجود في اي فاونديشن يعني انا مش شايفة ان دي مشكلة جامدة يعني بتحتاج تاتشب بس يعني انا لو عملت كده دلوقتي هيروح وخالص هما بدأوا يبانوا بعد تقريبا ساعتين او ساعتين ونص كده من محطيته يعني لكن غير كده الفاونديشن زي ما هو ما تحركش وما لمعتش ولا حاجة يعني اللمع اللي في وشي دي كل الهايلايتر اللي انا حطاه لكن غير كده هو زي ما هو ما لزقش في حتة ولا لمع وحتى دقني ما هو ما راحش خالص يعني ده اول مكان تقريبا الفاونديشن بيروح فيه بس غير كده هو زي الفل ومكان وشكله حلو جدا على الوش بس هي بس حتة الخطوط الابتسام دي وعادي يعني مش شايفان مشكله بس هاجلكو تاني كمان كم ساعة كده مع اخر تشيكن واقولكو بقى رأيفي النهائي يعني ده كده اخر تشيكن معاكو دلوقتي الساعة واحدة بعد منتصف الليل ده تقريبا انا حطه بقالي 8 ساعات زي ما هو انا مش شايفة اي اختلاف برضو ما راحش ولا من دقني ولا من على مناخيري الخطوط اللي قلتلكو عليها يعني بالزبط لو شايفين في خط رفيع خالص ده من ساعة التشيكن اللي فات او ليه كانت الساعة تسعة يعني ما فيش حاجة تانية طلعت او مش جامد يعني بس بدأ يلمع اهو من عند مناخيري التي زون عندي عشان انا عندي دهنية بدأ يلمع سنة بسيطة يعني فالفانديشن ده يبقى كويس في الشتاء لو البشر مختلطة يعني لكن في الصيف خلينا احسن في البيور نود بالنسبة للبشر المختلطة والدهنية يبقى البيور نود احسن لكن ده حلو قوي للبشر الجافة والعادية ولو مختلطة شوية في الشتاء يعني لكن غير كده انا بجدش يفاهه حلو وشكله حلو وسعره طبعا طحفة يعني انه بيعمل كل ده او صامد لحد دلوقتي بالسعر ده حاجة حلو قوي حاجة كمان حتت ان هو بي اكسد دي انا مش حاسة انه اكسد معي بس انتو يمكن في اول فيديو لما انا كنت عادة قدام الرينج لايت والكاميرا كويسة وبتاع بس كان بين ان هو افتح شوية او افتح قوي هو افتح قوي عشان عامة الاضاءة اللي انا بطور قدامها بتفتح الالوان شوية لكن في العادي هو فاتح علي او بس مش قوي يعني مش عارفة يمكن اكسد بس لو اكسد هيبقى نص درجة ولا حاجة انا بالنسباني متقصرش ومش مدايقاني يعني رأيي عنه بقى اخر حاجة يعني انا شهر فاحله قوي حجم كويس سعره كويس جدا ينفع جدا الاستخدام يومي لو عايزة تبنيه طبقة تانية يدبنى ومعليش ان انا بقى بقى صور بالموبايل وكل شوية صور لكم في مكان شكل عشان انا مش في البيت ومعيش ولا الاضاءة ولا الكاميرا فبصور بالموبايل يعني بس يا ربي يكون اللي انا بقوله واضح قدامكو والفيديو فاتكو ولو فاتكو بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لليوتيوب شانال ولايك على الفيسبوك بيتش وفولة عن استجرام واشوفكم الفيديو الكاي باي